المباراة جمعت منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مع نظيره الياباني اليوم على صالة نادي الدحيل القطري ولدى وصول سموه إلى الدوحة كان في مقدبة مستقبليه سعادة الشيخ ثاني بن حمد الثاني وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي ججمع مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة على مختلف الأصعد والمستويات ومن بينها المجال الرياضي وأشد سموه بالنجاح الباهر الذي حققته دولة قطر في استضافة التصفيات الأسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين وهو ما يعزز من نجاحات دولة قطر التي أصبحت مركزا مهما لاحتضان مختلف البطولات الرياضية الكبرى متمن ينسموه لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر